موضوع حلقتنا النهاردة شيق ومختلف جداً في قدر كبير جداً من الخيال ويمكن هي دي الحاجة اللذيذة اللي موجودة فيه تعالوا مع بعض نروح لرحلة داخل خيال المؤلف الأستاذ مينا عادل اللي منورنا النهاردة وطبعاً هنتكلم معاه عن روايته جزيرة إلخ إلخ أهلاً بحضرتك أهلاً يا صدراني هي الجزيرة إلخ 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 جزيرة إلخ إلخ جزيرة إلخ إلخ على طول أولاً فكرة التوائم الملتصقة يعني فكرة دماء خفيف وفكرة خيالية وجات لحضرتك منين الفكرة دي يعني إيه اللي يخليك تقرر تعمل رواية كل أبطالها من التوائم الملتصقة هو الله يعني أنا مش عارب بالزبط الفكرة جت يعني إمتى وحصلت بالشكل ده تكونت إزاي بسها تكونت على الورق بس يعني ربما يكون بسبب كورونا والعزل وأنا أرجح أن ده هو السبب اللي ولد الفكرة لأن كانت تجربة مختلفة علي وعلى كل الناس إن إحنا مرة واحدة بينا عاديين في البيت ومرة واحدة في حتى اللي ما أصبش بالمرض كان واخد حظر وقعت في البيت اللي كان بيخرج يقعد على القهوة ما بقاش يقعد على القهوة فقعدتنا لوحدنا سواء عزل بناء على إصابة أو لتجنب الإصابة فكانت تجربة مسيرة للبشرية أو جديدة مدهشة بالنسبة للبشرية وأنا واحد من الناس فتأثرت بيها أنا عادت فترات طويلة كنت أقضيها الوحدي في مكان الوحدي فجأت فكرة أنه بدل ما رأس واحد يبقى فيه رأسين بس فجأت الفكرة من هنا حررتك عملت مدينة كاملة للتوائم المتصقة في الجزيرة أو جزيرة كاملة؟ هو عالم غيرنا خلص يعني ممكن بقى هي جزيرة بس ممكن بقى يبقى كوكب ممكن يبقى معرفش إيه؟ عملت جغرافيا خاصة بالمكان عملت ديانة خاصة بالمكان عملت طبيعة خاصة بالمكان عملتها إزاي؟ فكرت فيها إزاي؟ تخيلتها إزاي؟ أوكي يعني هو كل حاجة مختلفة تماما يعني هو تاريخ ما إحنا ما نعرفوش إلا قبلنا أو بعدنا ممكن يبقى تاريخ بعدنا بس يعني أمعرفش خيال يعني طبعا لما نروح لعالم مختلف فلازم العالم المختلف ده يكون عنده نظام حكم مختلف يكون عنده حاجة معي مختلفة يكون عنده معتقد ديني وهو مش زينا ما هو عالم تاني يعني هم بقى يعني تجربوتهم الدينية مختلفة عننا جغرافيا المكان برضو هي في خيالي يعني ما عرفش أرسم لها خريطة ولكن هي في خيالي وطبعا سنتها في الرواية لأن لازم يبقى العالم كله مبتكر ما فوهوش أي شيء يعني يعني ما فوهوش مثلا حداثة ما فوهوش مترو ما فوهوش الحاجات دي إنما لأه عالم أنا بخليه كانه طبيعي شوية قديم شوية يعني قبل ظهور التكنولوجيا والحاجات دي وبقى عندهم شوارعهم وعندهم همومهم وعندهم معتقداتهم وأفكارهم وحتى كمان طريقة الكلام مختلفة يعني لأنهما راسين وهيتكلموا الجملة فالجملة أزاي يعني دلوقتي بقول أهلا بحضرتك يا أستاذ رانية ففي راستاني أتقولك إيه نوري أستاذ رانية يعني فدي برضو من الحاجات اللي كانت في الرواية لأنهما عندهم طريقة مختلفة هو بتعاملوا كشخص واحد ولكن في راسين يعني فيه أربع ودين يعني فيه اتنين مناخير يعني فيه بقين فلازم كمان طريقة الكلام تختلف طريقة التفكير تختلف أيوه ده يتعامل كارتون بقى الرواية دي تتعامل كارتون الله يلا ده لزيزة جدا أظن كده خلينا نتكلم شوية عن تقسيم الفصول اللي حضرتك قسمتها للرواية بتاعتك قسمتها ازاي ابتدتها ازاي وكلمنا شوية عن تقسيم الفصول تمام أنا غالبا مش بيكون عندي تخطيط أن أنا هاعد أعمل رواية عادة صفحتها كذا أو عادة شخصياتها كذا أو عادة فصولها كذا ولا أي حاجة أنا بفتح أول صفحة بس كده وبكتب وبعدين يعني أنا حسيته في الرواية دي بالأخص أن أنا يعني أولا دخلت العالم كأن قابلت أول شخصية فقالت لي أصبر طبع في ناس تانية فأبدأ يعني هم كأنهم كانوا موجودين وأنا يعني مجرد أن فتحت عليهم باب لقيتهم موجودين بالشكل ده أه ما كنتش ممكن تصور لأي حاجة جواه هي اللي حصلت ده جواه يعني هي مكوانة من ثلاث أجزاء الجزء الأول هو كلها بتدور حوالين سر واحد واحد يعني سر فأبدأ يدور وراء السر ده وهي حكايات تشبه فكرة ألف ليلة وليلة يعني حكاية تولد حكاية تولد حكاية بشكل غير متناهي يعني من القصص كلها بتولد بعضها يعني أنا قفلت الرواية عشان خلاص مش هينفع طبق أطول من كده ممكن تفضل مستمرة زي فكرة ألف ليلة وليلة حد بيحكي النهاردة قصة فبكرة عشان شهر يار ما قتلش الشهر الزاد ففي قصة تاني يعني تفضل قصص تولد بعضها بشكل لا نهائي وعش كاس ما جزيرة إلخ إلخ يعني إلخ 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 ما تنتهيش الرواية الخيالية أو الشكل ده من الكتابة حرارتك بتشوف أن هو لازم يكون مثلا في إطار الدم الخفيف ممكن يكون في إطار شوية هزار ولا ممكن ياخد الطريق الجد في الكلام أو في السرد بتاع الأحداث ممكن يكون فيه حاجات مؤثرة ممكن يكون فيه مشاكل ممكن يتناول مشاعر مختلفة ولا حضرتك ككاتب شايف أنه الخيال يعني فانتازيا يعني ما ينفعش يكون فيه دراما يكون فيه بس دحكي يكون فيه خيال يكون فيه فانتازيا وجدت نظرك إيه في الموضوع ده ويهمني أعرف رأيك فيه أولا هو الكاتب لو ما عندهش حس السخر فلو افتعه له هيبقى صعبة قوت لو خيالي فأي حاجة يعني هو لو افتعله وهو ما عندهش حس السخر هيبقى يعني ده متئيل سي بذبت الكوميديان لما يستضرب بيه ده متئيل وانت بتكتب أنا بكتب القارئ مصري فهو أصلا ده مخفيف يعني أنا ما عليتش عليه فهبقى بالنسبة له سخيف جدا أيو فس في الحقيقة أنا مكنش أصدق أكتب يعني هي رواية طلعت في الآخر ساخرة بس أنا مكنش أصدق أخلى رواية ساخرة خالص أنا كنت يعني في الفترة دي عايزة أكتب رواية حزينة يمكن ليه علاقة بأجواء كورونا وفيه ناس كتيرة حوالينا في خطر وحاجات كده بس أنا ما طلعتش حزينة خالص ما عرفش ريه سبب بالعيئة وأنا مستنى الغالي لوقت حد النقاط يفوق كل أنا قاعدك تب رواية حزينة فطلعت بفيش فقرة فيها بتخلق من سخرية أما عن سؤال حضرتك هل الخيال لازم يبقى لا أنا مش قاعدك تب رواية ساخرة هي بعض المواقف بلقيها بتبقى ساخرة إنما فيها برضو دراما وفيها حزن بالإضافة إن الرواية في مجملها هي تجربة مجموعة من الأشخاص حزينة جدا في مجملها حتى لو مواقف ساخرة بتسلمنا لبعضنا لكن إنما في مجملها أعتقد إنهما ممكن يكون مش سعيدة قوي مش سعيدة قوي موسيقى موسيقى